السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته درسنا لهذا اليوم مهم جدا عندما تكون عملة ما مثلا في أعلى القمة مثلا تراها في ذلك اليوم تلك العملة تصل مثلا في نفس اليوم مثلا الذي كان قبل ذلك تصل العملة لـ 23 العملة تصل لـ 0.23 وتجد أن تلك العملة وصلت مثلا لأدنى مستوياتها في 17 من 23 أو لا ندري 27 أم 23 من 23 وخمسمائة 17 تظن أن السعر رخيش جدا وتريد الشراء وأنت مشبه متأكد أن السعر الذي تشاري به الآن هو أحسن سعر فعلا العملية تكون جيدة نسبيا طريقة جيدة لكن هناك استراتيجية مهمة افعلها في حياتك تعلم تطبيقها لا تشتري 100% من رأس مالك عندما تصل 17-37 سأقول لك لماذا كيف نفعل الطريقة انظر هنا ستجد trade history هذا اسمه buy 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 يعني الشراء شراء 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 اشتريت العملة ب 17-79 اشتريت العملة ب 17-73 ثم اشتريتها ب 17-69 ثم نزلت ل 17-51 الآن كم العملة واصلة؟ كم سعرها؟ كم؟ 17-35 ونزلت لغاية سنرى كم الرقم نزلت لرقم أحسن من هذا من ذلك بكثير نزلت لستاشر أظن لو 17-28 ونزلت كذلك لرقم أظن هذا سبعتاش 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 سفر سفر إلا كانت هناك رقم أقل من سبعتاشر كان ستاشر أنا متأكد أنه كان هناك ستة عشر المهم لا يهمنا الأمر الآن المهم العملة هنا ترون أنها وصلت للرقم سبعتاشر سفر سفر أدنى رقم أدنى قيمة وصلت لها إلى سبعتاشر سفر سفر إذا الآن إذا نزلت العملة أكثر ماذا ستستفيد؟ لو بقيت في الرأس هناك هذه السراتيجية تفيدك لأمرين الأمر الأول بسيط جدا وهو كل ما نزلت مثلا عندما تشتري مثلا بقيمة ونزلت إلى خمستاشر انظر كم من العملات التي تشتري انظر مثلا لنفرضا أننا سنبيعها فقط بسبعتاشر وخمسين سبعتاشر وخمسمائة وتسعمائة وخمسمائة سنبيع نفس القيمة انظر كم ستعطينا؟ خمسمائة ستوستعاف ولا احتدر دقيقة فرضا أننا سنشري مئة دولار أولا سنشري بخمستاشر مئة دولار مئة دولار ستعطينا ستة 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 لا ندري ماذا تعني تلك الستات وسنرجع مرة أخرى انظر للقيمة أو سنشري بخمسة وسبعين مثلا خمسة وسبعين ألا سبع وسبعين وخمسمائة سبعتاشر عفون سبعتاشر وخمسمائة مثلا سنشري الآن نريد بيعها عند سبعتاشر وخمسمائة فقط كم ستحتاج؟ ستعطينا مئة وستاشر دولار اذا ضيعت على نفسك ستاشر دولار هباء منطورة لأن ستاشر دولار زائد عندما تصعد مثلا العملة مثلا تتذكر شرينا بمئة دولار عندما تصعد لأربعة وعشرين تريد بيعها بأربعة وعشرين تصبح مئة وتسعة وخمسين دولار وتربح مئة واربع واربعين مئة واربع وثلاثين دولار زائد ستاشر دولار الذي اشتريت بأدنى قيمة لهذا العمل مهم جدا كلما اشتريت بنسبة دنيوية كلما ربعت هذه القصة الأولى وإلى هنا أظن أن الأمر أصبح واضح جدا هو لا تشتري كل رأسي بك مرة واحدة دفعة واحدة هذه القاعدة نستعملها في درس قادم لشيء آخر وهو الإنقاذ من رأس الجبل الآن نكتفي بهذا الدرس هو في أربع دقائق لم يكن درس كبير جدا الآن فهمتم القصة سبعتاشر أربعة وخمسين كيف تشتري مثلا باين فرضا أنه وصلت سبعتاشر سبعين تشتري مثلا في أول الأمر خمسين في المائة إذا كنت ترى أن السعر مناسب تشتري خمسين في المائة تقشيت كم يبقى لنا خمسين في المائة مثلا وصلت لسبعتاشر سفر سفر كم تشتري؟ تشتري مرة أخرى خمسة وعشرين بالمائة باي لأنك الحين تشتري بأسعار أرخص مثلا الآن وصلت لي ستاشر خمسة وستين مثلا كم تشتري؟ تشتري خمسين بالمائة من القيمة المتبقية لأنها كذلك تشتري خمسين بالمائة الآن وصلت لي خمسة عشر وهو آخر رقم تظن أنه قد تصل إليه اشتري مئة بالمئة من بقية المبلغ كامل وعندما تأتي لهنا ستجد أنك اشتريت بعدة أرقام اشتريت بخمسة عشر عشر وخمسين عشر وسبعت عشر وثلاثمية وهكذا تزيد نسبة أرباحك وكذلك هذه العملية سنحتاجها لعملية إنقاذ مستقبلية الخطأ الذي يقع فيه جميع المبتدئين المتداودين وهناك إصلاح لهذا الخطأ بنفس القاعدة لهذا لا أريد أن أطيل عليكم الدرس اليوم شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا لكم شكرا لكم